دمرت، أغلقت، سرح عمالها، غابت ولم يظل من إنتاجها سوى الحديث عن مجدها حال مصانع البلد التي أنتجت مقولة سنع في العراق ذات يوم نحو 9000 معمل دمر أغلبها منذ 20 عاماً، علج منها منسبته 5%، أجريت الصيانة فعلياً على 77 مصنعاً إحصائية أرفقت في سياق ما نشرته الوكالة الرسمية لبيان وزارة الصناعة قبل بضعة أشهر أشرت فيه للبدء بتطبيق خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة وتأهيل 83 معملاً متوقفاً في البلاد لتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 16% ولأول مرة في الوزارة منذ عام 2013 أو كما أكدت على لسانها في عهد الحكومة السابقة في أواخر نيسان من العام الحالي يقال على ذمة الوزارة أيضاً أنه تقرر العام الماضي تأسيس 1853 مصنعاً أنجز منها 253 وتفعيل القرار 65 الذي منع تسريب المواد الأولية للمصانع وبيئها في السوق والقرار 73 الذي فصر الإعفاء على المواد الأساسية لكن ومع هذا لا يزال البحث جاراً عن علاج جذري لقطاع أفقد ألاف العمال مصدر عيشهم بعد تسريحهم قبل 19 عاماً وليس قبل عامين أو أقل قيل أن الحالة حسن بل إن حديث رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني عن تبني خطة إعادة وتأهيل المنتج العراقي وتبني منهج صنع في العراق من خلال إطلاق خطة تأهيل الشركات الصناعية العامة العائدة لوزارة الصناعة وتفعيل المجلس التنسقي لقطاع الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حديث مر على مسامع العراقيين توالياً بوعود حكومات متعاقبة والاقتصاديون بالمرصاد للتحذير وبث الحقيقة إذ يؤكدون أن الاستثمار في القطاع الصناعي على سبيل الأهمية للتهميش لن يتحقق بسهولة في بلد غير آمنة يدعم هذا الكلام ما تكشفه أوراق الدستور حين تظهر قانون الاستثمار مجحف بحق الدولة من مر الحقيقة أيضاً أن أكثر من 57 ألف مشروع الصناعة يعمل من بينها 10% فقط بحسب اقتصاديين والسبب للتلكئ كما يقولون وجود بيرقراطية قاتلة وعدم منح أصحاب المصانع تسهيلات بالقروض وعلى هذا فإن اجتمع العراقيون كما تقول بصارة حين تقرأ الكف فإن بصارة الواقع الصناعي إن جيز لها قد تقول بلسان حال محذر أن السوداني أمام تركة ثقيلة يواجه في جلها تغول على مفاصل الدولة متغلغلاً يقوده النفوذ والمصالح النفعية الشخصية وطريقه ليست معبدة أو لن يكون سهلاً تعبيدها إلا بإرادة كالحديد والقول على لسان البصارة أما إذا لم تتغير الحال سيكون القول أكثر قصوة على وعود الحكومة فالصناعة لم تصنع والزراعة لم تزرع والشعارات لم تنفع أما هذا فليس كلام بصارة إنما هو حال الصناعة وأكثر كثيراً